أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور قطار سهريج فوارغ خط الوحاة التبين بالقرب من مزلقان المريوطية فوجئ قائد القطار بلودر تابع لأحدى الشركات يعبر السكة من مكان غير معدل للعبور وأكدت الهيئة أن السائق فر هاربا تاركا المركبة على شريط السكك الحديدية مما تسبب في استضام الجرار الأمامي للقطار بلودر وأصفر الحادث عن خروج ست عربات وسقوط باقي العربات عن السكة مؤكدة أنه تم الدفع بالأوناج لإعادة العربات على السكة مرة أخرى وأشرت الهيئة إلى أن الحادث غير مؤثر على انتظام حركة القطارات على خطوط شبكة السكك الحديدية